ما هو التوحيد؟ هو إفراد الله بأن يفرد الله لا يجعل معه شريفا نعم بأن يفرد الله سبحانه وتعالى بأنواع التوحيد الثلاثة الأول توحيد رجوبية هو أن يفرد الله سبحانه وتعالى بأفعال مثلا الخالق هو الله سبحانه وتعالى الثاني توحيد الأول هو توحيد العبادة بأن يفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة لا نعبد لله الثالث توحيد الأسماء والصفات بأن يفرد الله سبحانه وتعالى بأسماء والصفات الواردة في القرآن والسنة لا يمكن أن الخالق الكامل يماثل المخلوق الناقص ندعو الله سبحانه وتعالى بأسماء والصفات كمثالة يقول يا رحمن الرحمي كمثالة يقول يا رحمن الرحمي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر